أمريكا تريد شراكة مع الجزائر في مجال الأمن والدفاع بل أبعد من ذلك تبحث عن صفقات مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية لتعزيز دور الشرطة والدارك والجيش خاصة بولايات الجنوب الحدودية في ظل ما تعيشه المنطقة من اضطرابات هو مقترحته شركات خاصة حضرت إلى الجزائر في إطار اللقاء الذي جمعها صهرة أمس مع منتدى رؤساء المؤسسات الجزائري وعلى أن نشر الجزائر في الجزائر في المغرب بجنوبات المغربية والجزائر أعتقد أن الجزائر لدي الكثير من المغربية مع الصفقات في المغرب الأنفريقية تعتقد أن الصفقات المهمية والجزائر مهمة الشركات الأمريكية امتدحت مناخ الأعمال في الجزائر وقالت أنه محفز للاستثمار ويقترح فرصاً لا تقدمها دول أخرى في عديد القطاعات هذا وتستمر اللقاءات بين رجال الأعمال الأمريكيين والجزائريين في إطار تعزيز الشراكة مع القطاعين الخاص والعام فالجزائر في نظرهم ورغم الانتقادات التي قدمها بعض المستثمرون بشأن القاعدة الاقتصادية 51-49 مغرية بامتياز